السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبد الجريد واليوم نتكلم عن الموضوع جدا مهم وهو موضوع الخوف الكثير مننا يتعرض لخوف في حياته في الفترة الحالية نمر بجائحة جدا كبيرة والجائحة هذه أثرت على ناس كثير في موضوع الخوف وجعلتهم يخافون ويتعرضون لخوف بشكل مستمر وهذا الشيء يمكن أدى إلى أنهم بعد صاروا قادرين يعملون حياتهم بشكلهم يبغونه أو يحققون أهدافهم بشكلهم يحلمون فيه أو أي شيء من هذا القبيل فخليني الحين أرجع ووضح لكم موضوع الخوف خلونا نبدأ من البداية الإنسان لما نولد في البداية في بداية ولادته ما كان في شيء اسمه خوف بالنسبة له يعني هو نولد أساسا بالفورمات الأصلية حقته مش موجود الخوف لكن الأهل والمجتمع والبيئة والظروف والتعليم والإعلام وغيره 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 هذا ساهم بإيجاد مفهوم الخوف بعدة أشكال وعدة أساريب متواجدة فالطفل الصغير لم نولد في البيئة هذه طبعا نحن نعرف الطفل من عمره صفر من فترة خروجه من بطن أمة إلى سبع سنين هذه يسمونها مراحة الأسفنجة فهو يبدأ يمتص كل المعلومات الموجودة في هذه الدنيا عن طريق ما يتلقاه من الخارج يمتصها بدون وعي يعني الامتصاص هذا بلا وعي إطلاقا فهو لما يبدأ يمتص هذه المعلومات يبدأ يأخذها ويشربها فممكن لما يكون الأهل عندهم نوع من التخاوف أو المخاوف الموجودة نوع من القلق نوع من أي حاجة حيكون موجود بشكل قوي في حياة الطفل هذا حيبدأ يشرب المعلومة كما هي من أمه وأبوه والمجتمع والمدرسة والمحوطين خصوصا أنه قبل سبع سنين هو دخل في المدرسة تمام؟ الجميل في الموضوع أنه لازم نعرف شيء واحد أول حاجة أن الخوف هو مجرد زي ما تقولون شعور شعور داخل الإنسان يعني شيء ممكن الإنسان ما يكون موجود في داخله يعني هذه البشرة لكل الناس الموجودة الخوف موش شيء متأصل في الإنسان وموجود على طول والإنسان لازم يعيش معه لا هو شيء ممكن الإنسان يعيش بدونه لأنه الخوف بالمعنى الحديث هو غير الخوف الطبيعي اللي موجود في الإنسان الخوف الطبيعي وشي يقولك؟ يقولك الخوف الطبيعي أنه أنت عندك جهاز عصبي الجهاز العصبي المركزي هذا من قسم إلى قسمين جهاز سمبثاوي اللي هو الودي والجهاز البارا سمبثاوي اللي هو نظير ودي باللغة العربية هذه الجهازين كل واحد فيهم مسؤول عن أشياء معينة في الجسم مسؤول عن تشغيل أجهزة الداخلية في الجسم مسؤول عن حاجات كهيرة بنفس الوقت بعضها مسؤول عن سمبثاوي مسؤول عن حمايتك من الخطر ووجودك في هذه الدنيا أنك لازم تكون موجود في هذه الدنيا ولأن غريزة البقاء من أقوى الغرائز الموجودة عند الإنسان فهذه الأجهزة تعمل وبقوة لكي تحافظ على وجود الإنسان وديمومته في هذه الأرض فمثلاً لو الإنسان في يوم الأيام واجه خطر مثلاً جاي بشكل قوي مثلاً ماشي في مكانه وفيه رفض يطيح عليه تمام؟ فأكيد أنه حيجري عشان يتلافى سقوط الأرفف عليه إنسان مثلاً في مكانه ما ولقى مثلاً حيوان من الفصيلة مفترسة سيكون هنا الخوف اللي يسمونه الخوف الطبيعي الخوف مبرر وهذا الخوف الطبيعي الخوف المبرر ضروري جداً عشان الإنسان يبدأ أما أنه يهرب أو أنه يواجه الخطر فهو فلايت أو فايت أما أنه يهرب من هذا الخطر اللي هو مقبل عليه أو أنه يواجهه ويهجم عليه تمام؟ وفيه حالة ثاثة ليه حالة الفريز إنه يتجمد في مكانه لكن دعونا نتكلم الحين إن الإنسان مواجه خطر طبيعي يعني مثلاً كارثة زلزال مثلاً قابل حيوان مفترس أرفف بطيح عليه حادث سير أي شيء هذا الخوف طبيعي إنما الخوف الغير طبيعي الخوف الغير مبرر الإنسان يقعد 24 ساعة على 24 ساعة بحالة خوف يعني هذا خوف الإنسان الحديث أو الإنسان حق العصر الحديث وهو خوف إيش؟ خوف إنك إنت مثلاً من فقدان الوظيفة خوف من فقدان العمل خوف من السمنة خوف من النحافة خوف من الشكل يتغير من إن الواحد يكمر بالسن خوف من الطعام اللي ما هو بعضوي خوف من الجنك فود خوف من المبيدات الحشرية خوف 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 الإنسان تغذى وتشرب معلومات عبر وسائل الإعلام عبر الشركات عبر الأشخاص عبر كبار السن إنه يخضع إلى خوف بشكل دائم تمام؟ هذا الخوف بشكل دائم يعمل يعمل إنفراز لبعض الهرمونات الموجودة في الجسم وهذه الهرمونات مثل هرمون الأدريلينين أو الكورتيزول وهذه تطلع من الجسم فلما تطلع من الجسم تساعد إنه يصبح خفقان قوي للقلب بنفس الوقت يجيب في الريق تتسع الحدقات يصبح النفس سطحي بشكل هذا يصبح عنده رغبة بالفرار أو كما قلنا بالهجوم فهذا الشعور طبعا لما يكون الإنسان يتعرض لخطر مؤقت مثلا زي ما تقول مثلا يتعرض لحيوان زي ما يحصل الغزال مثلا لما يجي ورا أسد يجري يجري ورا الغزال فإما ما يصطاده إما ما يصطاده إنتوا لاحظوا سلوك الغزال بعد لما ما يصطاد الأسد بتلاقونوا رجع الحالة الطبيعية رجع يأكل في المرعة يمشي يطالع الغزل الباقيين يشوف الطبيعة رجع الحالة الطبيعية وهذا الأصل هذا الأصل في الطبيعة الإنسانية لكن لما الإنسان يقعد تحت طائلة مهولة جدا من أنك خاف 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 في نظرية مهمة جدا يمارسونها بعض الناس يمارسون نعم السلطة على الآخرين وهي نظرية فير أنه لازم يعيشك في الخوف أنك خايف 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 فلما يعيشك بالخوف هذا يحصل نعم التمكين له بأنه يقودك تمام؟ فلما الإنسان يقعد عايش طول عمره خايف من فقد عالوظيفة خايف من فقد الأسرة خايف من فقد أن العمل خايف من فقد أن الصحة والمال والمال والفقد والبهجة يبحث عن السعادة المزيفة في حالة خوف 24 ساعات ايش يحصل؟ يحصل أن هذا الهرمون لا يتوقف على الإفراز فتصبح الإفرازات الدم كثيرة مرة الشرايين عندما يدخل فيها الدم بقوة يحصل خلايا تتعرف على كمية الدم فتبدأ تعمل انقسامات مناسبة لتدفق هذا الدم لكن إذا الشرايين جاء الدم بشكل مستمر بحالة التدفق ستفشل في أن تعمل انقسامات مناسبة يحصل انسدات في الأوعية والشرايين وهذا يؤدي لسكتات والجلطات لذلك يقولون أن التوتر هو أقوى مسبب الأمراض في العصر الحديث التوتر فالإنسان المتوتر يعني أن يخاف من أشياء لمبررة أشياء ليس معقولة أشياء لا تصدق خايفة فقد وظيفة إنسان توظف المشكلة التي حصل عندنا قبل ما أحكي لكم سهل فالإنسان توظف إحنا عندنا التعليم يبرمج الإنسان عندنا أنك أنت طالما حصلت على شهادة طالما حصلت على وثيقة تخرج من الجامعة تشهد لك الجامعة بأنك حصلت على عدد هذه الساعات التي تؤهلك الوظيفة إذن هو لازم يتوظف لازم وأصبح موضوع إجباري طيب لو الإنسان هذا ما حصل على وظيفة حيقد عايش في قلق طيب كيف سأكل نفسي؟ كيف سشرب نفسي؟ كيف سألحق مصاريفي؟ مع العلم هو لو فتح عيونه كويس وشغل وعي وإدراكه والتفت حوله حيلاقي إنه عايش ياكل ويشرب ونايم ومرتاح وسريرة يمكن بعشر تلاف ريال أوكي؟ لو انتبه لو أخذ بس شوية وعي وإدراك للوضع اللي هو فيه طيب اللي يحصل للإنسان لما يكون في حالة الخوف سبحان الله تنعمي العيون تماما عن المشهد الحقيقي لأنه لازم تعرفوا شيء واحد واقعك وعالمك هو ما تراه من الداخل يعني أنت وش المعتقدات اللي عندك هاللي بتشوفها في واقعك أنت عندك معتقدات أن الموت بيجي عن طريق الوباء الفلاني إذن حيجيك الموت حيجيك عن طريق كذا لأن هذا معتقدك الداخلي هذا الإيمان اللي عندك لأن هنا يكون ضعف الإيمان والتعلق بالله سبحانه وتعالى وازداد الإدراك بأن هذا الشيء شيء مميت تمام؟ يعني فيه ناس فيه ناس تعمل بعض التجارب بعض الأماكن يعني تلاقيه يخلي الحية تقرصها مع ذلك ما يموت من السم حقها وهذه موجودة موثقة تقدرون تشوفونا في فيديوهات يقعد مثلا يجيب مثلا يمشي على جمر يقعد المسامير على هالطول وينسدح عليها ما فيه واحد فيه يخرج جسمه طب وش هالمقدرة لعند هذا الإنسان ما عنده غيره؟ شيء اسمه اليقين اليقين طالما أنت عندك يقين واليقين نحن عندنا في الديل الإسلامي يا الله سبحانه وتعالى يقول لنا أنا عنده ظن عبدي بي فانت زي ما انت الظن بالله يجيك فلا يظن بي ما يشاء فانت طالما انك انت عارف ان فيه يقين ان الدنيا هذي احنا اجال ومحتومة يعني لكله اجال ان كتاب ومعروف ايش وضعنا ايش مصيرنا فتبدأ تعيش بالحيالك تعيش بالاحترازات الوقائية حقتها كيف؟ انت في طيارة وداخلين جوه الطيارة جت مطبت هوائية فالكابتن أشار يا جماعة الخير الرجاء ربط الأحزمة الطائرة الآن دخلت في مطابات هوائية في ناس ربط الحزام اللي ما حب بط الحزام وش تبصر فيه بيسقع راسه بالسكف بيطيح ممكن ينكسر حنكة ممكن يكسر فخذة ممكن يتجرح ممكن عينه تصاب ممكن ممكن يسر في ايشي صح ولا لا؟ لكن اذا انت ربطت الحزام وقعت وبنسلك ما خفت يعني شعرت بالطمأنينة انا قول لني صيب اللي ما كتب الله لنا انا كذا كذا حلاقي الله سبحانه وتعالى عاجلا ام اجلا انا كذا كذا بتوفى كذا كذا بروح انا هذه في مرحلة في رحلة الحياة وانا عندي رسالة لازم اديها بهذه الحياة وعندي هدف لازم انجزها بهذه الحياة وعندي ناس مسؤولين مني وانا مسؤولة من الناس وعندي علاقات طيبة لازم اقيمها وعندي صلاة رحم وعندي 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 منهج كامل موجود في ديننا وياريت كلنا نرجع موضوع هذا ونبدأ يعني زي ما تقولون نقرأ القرآن بتماعون والتدبر بحيث نحن نوصل للمنهج الحقيقي في الحياة فالانسان اللي كل يوم يصحى الصباح وهو رايح الدوام مثلا ياربي طب لو يدخلون عليه مثلا اكلم احبابي الفكوادر الطبية لانه انتو الكلام هذا لكم بالمقام الاول لانه تسعدني مشاركتكم اليوم راح الدوام هو بيقابل مرضى بيقابل ناس حالة محالة بيقابل ناس اساسا جايين هم متوتر وخاف يعني خايفين فممكن يقولون له طاقة الخوف وخصوصا الهالات تتقارب من بعض فمجرد انك تقرب من انسان انت دخلت في دائرته يعني فممكن تحمل هذه الرسائل منه وتتخزن فيك طب بتقول انا شون احمي نفسي اوكي انت عندك طرق جديدة للتحصين يعني وطرق قديمة جدا للتحصين وطرق كثيرة في الاديان يعني ممكن تروحون لأي اسلوب للتحصين وتستخدمونه فانو كنت تحصنون نفسكم الشي ثاني توقنون ايقان تام بانه قولين يصيبينه لما كتب الله هنا الشي الثالث المهم جدا تعفون انه فيه شق روحاني وفيه شق دنيوي نكرشه في الدنيا هذي شق روحاني وشق دنيوي يعني زي ما انت تدعو وتصلي وكذا لازم تعرف ان الدنيا كمان لها مطلبها جاء انسان جاء له مرض يقول لك لا ما بغى اخذ دواء بقى قاعد اسوى مدري ايش هذا يعني اغفل الجزء الدنيوي واحنا مطالبين يكون عندنا الثنين طب خلنوا تكلم الحين على الجزء الدنيوي انسان بده يروح الدوام بده يتوتر بده يضايق لابس كمامة زميلة ملابس كمامة المكان هو داخل فيه معارف نسبة التعقيم مو عارف اش الوضع بالضبط يدخل اوك يتعقم بس يلاقي بعض الناس مثلا سنوكياته مش بشكل هو يبغى وش يسوي وش يعمل اول حاجة لازم تعرفون شي واحد طول ما الجهاز طول ما الجهاز الخاص بالتوتر شغال بقوة طول ما جهاز المناعة عندك او المناعة اللي في الجسم اصبحت صفر الخوف يسبب ان الانسان مناعته تصير صفر ليش؟ لان الانسان يكون بحالة تأهو بدفاع عن نفس وطالما الانسان بحالة تأهو بدفاع عن نفس وهذا خاص مسؤول عنها قلنا الجهاز السنبثاوي وش يسوي فيك؟ يخلي الانسان مناعته تصير صفر ليش؟ عشان يعرب عشان ينحاش او يهجم لان لو اشتغل الجسم ان يصلح الكبد شوي او يصلح المصارين او يضبط عملية كذا في الجسم او يجدد خلايا اذا الانسان ما حيكون قادر ان يفر يروح له الكرو الفر او ان يهاجم لكن اذا الجهاز نفسه وقف المناعة يلا انت امامك تحدى الان ولازم تنحاش او انك تهجم عليه بقوة او انك تنحاش هنا عمل مناعة صفر فتخيل انسان داخل كل يوم الدوام وهو في حالة تكره وفره وخوف وهذا ايش عمل في مناعته خلاها صفر فداخل مناعة ضعيفة مناعة ضعيفة اش معناها؟ معناها ان الانسان يلقط اي شي موجود حوله اي بكتيريا اي فيروس فاذا المناعة هنا نزلت طيب ايش كمان من الاشياء اللي يعملها الجهاز هذا انه يخلي التنفس زي ما اقول سطحي كمان من الاشياء اللي يعملها كمان يخلي انسان يتصرف بتصرفات لا واعية ممكن تبدأ تطلع من التصرفات اشان وجات او شي اعملي لانه هنا الجهاز نفسه بده يشتغل باللا واعي ما يشتغل بالوعي الوعي اللي انتو اسمعوني فيه الحين وانا اتكلم معاكم فيه لا يشتغل باللا واعي طب لما نقول احنا اللا واعي واش نقصد باللا واعي؟ اللا واعي الانسان عنده مجموعة عقول كثيرة هذه العقول موجودة في كل جزء من جزء اجسامك وكل خلية الطفل صغير مثلا ماشي جنب امه وامه قاعدة تطبخ الغدا فمر مسك القدر مسكت الموية نزلت حاشت الموية يعني فيده انحرقت تمام يده انحرقت فوش صار فيه بكه وصاح وقلم قلم حصل اثر للحرق والدول العلاج او هم عالجوا الحمد لله الحرق طاب وصار جسمه زي الفل اوكي كبر بعد فترة نفس الشي مر جنب شي ثاني وانا اتكلم بشي وحرقه تمام انا مصراخ وكذا لانه هو لازل يتعلم الحياة واحنا نشوف الطفل يتذوق الحياة كش يحطه فمه يعني مش بس يتعلم يتذوق فاصياح وكذا مو خذه وعالجه مرة ثالثة الجهاز اللا واعي عنده وش يقول له؟ طبعا هذا كلها اشياء داخلية في جسمك اشياء اذا ما تقولون يعني من الابداعات الخالق فيك وش يقول لك؟ يقول لك والله انت ما قدرت تحسن التصرف مرتين اذا خلي الدور علي انا حشغل حاجة اسمها الاتونوماكس تحكم اللا ارادي في موضوع الحرق هذا فانا لو قربت انت من جاب اي شي حار انا حبعدك على طول اوكي؟ رضيت ولا ما رضيت؟ انت لا شعوريا ستسير ابتبعد لك انت شغلت الطيار الالي حقك في الموضوع هذا زي اللي يكون مثلا ماشي مثلا وتكون قدامه مثلا حفرة تلاقيه وخر لا شعوريا طب هو ممكن يكون صغير طفل صغير عشان كذا الطفل الصغير اهلا يحمونه لان احتمال الطفل الصغير هذا يمشي ويطيح بالحفرة وشوفنا اطفال كثار مشيوا على سور المنزل لان راس الطفل الثقيل دنك براسه وطاح طاح تعور بينما الانسان الكبير اول ما يمرجم يدني كذا يرجع نفسه وش اللي يرجعك؟ رجعك الجهاز اللي لا ارادي فيك اللي هو ستصرف خلاص عشان يحميك لانه اكتسب في المخزون حقه هو اساسا هذا الجهاز اللا واعي حقك او العقل اللا واعي هو مخزن كل حياتك كل حياتك فيه فهو عنده التجارب مرجم شي اوه هذا حريقيا معنى ابعدك عنا مرجم مثلا ريحة فيها غاز اوف هذا غاز انتبه بينما الطفل الصغير ما يعرفش غاز ما يعرف ممكن يتولع البيت في غاز ويختي يقوموت الطفل الصغير لان الانسان مع التجارب التجارب كيف تيجي التجارب كيف تيجي التجارب الانسان عن طريق عدة اشياء خبرته هو شخصية يا اما هو تكون عنده خبرة شخصية في المجال نفسه او ان الشخص هذا يكون سمع من اللي حوله عن تجارب لهم او لاخرين فاشتغلت احدى الحواس السمع من الحواس فاشتغلت فاشتغل الحساس هذا ان السمع قصة مثلا او فلان مات مخنوق فلان اهلها نسوا يطفون الغاز وهم طالعين فمات بزر صغير الحرق بسببت ان انكبت الدلة تحته مثلا يعني حوادث فهو الحوادث هذه ذكرتها بالألم اللي صار له كمان هو لما انحرق والدوم استشفى فاتكرت كلمة حرق 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 فكذا موضوع كلها سلبي وش صار مخزون عنده تجربة سلبية صح او لا فايش يحصل معه خلاص تبدأ الموضوع عنده يتخزى فيبدأ اللوع عنده يشغل نفسه بحيث انه يحمي من هذه التجربة هي تجربة الحرق او الالم او او طيب هذا بنسبة الاشياء الفيزيائية لكن احنا احيانا نقاوم اشياء غير ملموسة بتقولولي ازاي اشياء عهود مثلا لو انسانه ورجل او امرأة قاعد من طفولته يسمع ببيت اهله ان الرجال انذال الحريم فيهم الرجال خوانة اشي يصير فيها تكبر وعندها خوف من الرجل خوف طب انت تتعامل مع الرجل كل يوم مش هيحصل حياتك هتلاقي نفسك بلا شعور تندفعين الى تخريب الذات وتخريب اي علاقة مع رجل من الجلس الاخر لان الخوف شغال 24 على 24 ايش هيحصل بعد كذا ستبدأ تطلع امراض ستبدأ اول شي يبدأ الخوف 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 لانه الخوف ايش عمل منع الجهاز اللي هو العقل اللاواعي بانه يشتغل على تصليح الجسم من جوا فبدأ اعضاء الجسم الداخلي تتلف وتبدأ تتلف بالتدريج طب ايش اللي بتعلق بالخوف من الجسد الاخر اعضاء من ثوية تبدأ عنده مشاكل مثلا تضربات في الدورة تكييوسات الى اخره الاخرى. تمام؟ Islam' quien كان يولد عنده خوف من المرض انه هين مير رسالة المرض؟ لما ي falls ايقاف عن الانسان خوف من البيروسات؟ ايه ايها رسالة الفيروس؟ ايه رسالة البكتيريا؟ انت لازم تعرف الى كل شي جهاز في حياتكم ً رسالة المرض واضحة وبسيطةBT هدا عابس كما لها رسالة عامة المرتكب في نفس التى اخرغيرروسية، ورسالة اللي هينك لكن الهمzet لها سهولة أخترارك عن متلاقي أنها لا تדי ي objetiven موسط risky لكن كل إنسان له رسالة ما بعد الرسالة الأولى اللي هي الخاصة فيه فالإنسان اللي خايف مثلا من الفيروس مثلا أو من الميكروبات هو خايف من انه يتعرض لمرض طب انت خوفك مرض ناتج من إيش؟ إذن انت خايف منك انت تتألم طب خايف من الألم ليش؟ اقعد اسأل نفسك الأسئلة هذه اللي ما توصل لمنتهي لا إجابة وقته حت تعرف انك ما فيش يتخاف منه لان المفروض خشتك وخوفك من الله رب العز وجلال اللي خلقك بتكلم هنا في موضوع حساس علاقتك مع الله سبحانه وتعالى الناس تعتقد أن أمك لما جابتك من بطنها أو أبوك لما جابك من صلبة يعني هو مسؤول عنك فأنت أصبحت مسؤولية الوالد والوالدة اللي يحفظهم أو الله يرحمه إذا كانوا توفين إلى الفترة العمرية اللي انت معاهم فيها يعني من صفر مثلا كده في أطفال الولدون ما عندهم أمه أبلا لكن في ناس أخنا يعتنهم فيها فالإنسان اللي يعتن فيك بالعموم أنت يعني أنت أمانة عنده من الله سبحانه وتعالى فأنت مسؤوليته صح أو لا؟ طيب لما الإنسان هذا أوكي يتصل فيه ثقة الشديدة ببني آدم لا حول الله ولا قوة أوكي وبالنفس الوقت ما عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى يعني أنت واثق أن أمك بك بحمونك لكن مش واثق أن الله سبحانه وتعالى بحميك إذن أنت تركت المصدر الأساسي للكون أوكي واتجهت إلى من لا حول الله ولا قوة فهنا يحصل خلل في الحياة تبدأ الحياة تضطر بيدخل خلل عادي يدخل خلل في جوارب كثيرة كيف أن يبدأ الخوف والاضطراب والقلق الشك التوتر إلى آخر إلى آخر عادي تبدأ المشاعر المشاعر المفروض أن إحنا ما يكون عندنا مشاعر إحنا المفروض نكون متعايشين مع أنفسنا بحب وحنان ورحمة وسلام بدون مشاعر مضطربة بدون مشاعر سيئة لأن لما تقول أنا عندي مشاعر هلت بتقول أنا عندي مشاعر مثلا رحمة؟ لا بتقول أنا في قلبي رحمة بتقول أنا عندي إحساس بالمسئولية أنا عندي محبة دائما الشيء الأصلي المتأصل فيك ما توصله بالشعور دائما توصله أنه تتجذر فيك لأن هذا الأصل فيك لكن الشعر دائما تقول أشعر بالغضب أشعر بالحنق أشعر بالحزن أشعر أشعر إذا المشاعر متصل لدم بأشياء مش لطيفة مع أن على فكرة باللغة العامية عندنا أصبح فيه دمج لكن لو تجون للغة العربية الأصليحة ستجدون فيه اختلاف هنأتي من وين تتكون مشاعر مشاعر تتكون من عدة أشياء أول حاجة إنسان يحس قلبي يدك بدت عيونه تنشف نفسه يصير سطحي بدت عنده ركبة تستكل ويجب أن يخافون يتبولون عن أنفسهم على فكرة فيبدأ تحصل عنده أشياء كثيرة هذه الأشياء هي عبارة عن أحاسيس حصلت في الجسم جمعت مع بعض وطلعت شيء اسمه شعور فمثلاً لو إنسان يحس نفسه مثلاً خمول قلنا شاطعنا دبلانة يصيح كثير شعور بالحزن إنسان مثلاً دامن عنده قلقي يأكل أظافرة يريد يطلع يناقز يقول عنده شعور مثلاً بالخوف واحد مثلاً مقضب جبينة أي أحد يقول أي كلمة ينفخ فيه شعور بالغضب إذن هذه الأشياء تدلنا الإسان يحمل هذه المشاعر إذن هي أصبحت معها زي الحقيبة في حياته تأكدوا أن هذه المشاعر كلها قديمة المشاء وعليك الآن أنك تفتح هذه الشنطة القديمة وتشتغل عليها وتصلحها وتضبطها وتشيل الأوراق القديمة وتقطعها وترميها وتبدأ تنظف الحقيبة لإستخداماتك القادمة بتقولوا لي كيف ننظف الحقيبة طيب أنا أصلاً عندي حقيبة طب لما تكون إنسان فجأة تتعامل معا في الشغل أو في البيت طول ما تحكي معا ينفخ فجك ينفخ 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 ومنرفز وغضبان وأنا كذا أنا طبعي كذا ما عليكم مني أنا اللي عاجبة نموا عاجبة نموا عاجبة عاجبة نموا عاصبها ومقصي بطول وقت هذا يحمل الغضب فيهم الغضب المتى الآن لأن� đã يستطيع pasado لأن هو لا يعيش للحظة attend أن هو tenía ملف من الماضي لأنه أقوم بالذكدة ملفه جاءه من زمان وعايش به والذكذا هو يمكنồérique وج loser 半ıl لأن هذا هذا فترة س为 um لم�� في اقوم وفقد صحه حصلت وتقاري رفض تقاري ريف فكيف يحمي بالتكشيره بالنرفزه بالغضب الدائم بالصوت العالي بالتوتر بالتصرفات بالنيشغل لحوله بالنيضايق صدور الناس ليه لانه هو يعتقد بالشكل هذا ان يحمي نفسه هذا دليل ضعف لانه لو انه قوي كفاية ما يسوي كذا لان اي انسان عنده شوية ادراك حيث ان انسان هذا عنده ملف الماضي هو الى الام فعله طب كيف نلغي ملفات الماضي كيف نلغيها تمام ملفات الماضي اول شي تحتاج انك انت تعلي الوعى يدراك عندك وكيف تعلي الوعى يدراك عندك انك تبحث عن مصادر معلومة يعني انت المثلا تعرض للموقف سيء في حياتك يأمنك انت تعيش تكرر تجربة هذه طوال عمرك انا حصل لي انا حصل لي واحدة اتطلقت مثلا انا اطلقت فيه اللي ما يخطي واحدة ثانية راحت تبحث عن كورسات تبحث عن كتب تبحث عن ناس جلسات دعم تبحث عن أحد من أقاربها يستمع لها موصد جيد تبحث 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 فبحثت عن عدة وسائل جمعتها وفهمتها وبعدها تتطبق على حياتها تعمل الشيء هذا في حياتها كل يوم كل يوم 10 دقائق 20 دقيقة 30 دقيقة 50 دقيقة لما أصبح منهج حياة 24 ساعة فبعد مرور مثلا 20 سنة على هذا الموقف بتلاقيها سنة ناتش حمضة بط أمورها بينما اللي قاعد يتجرع الألم هذا بتلاقيه بعد 20 سنة في حالة غضب وحقد شديد على المجتمع لأنه أنتو السبب اللي أنتو خليتوني أمر بهذه التجربة من 20 سنة أنتو السبب أن هذه التجربة 20 سنة أنا أمر فيها بينما هذا كوش قال قال هذه التجربة هي كانت أفضل شيء أنا مرت فيه في حياتي هي اللي طورتني ونقلتني في هذه النقلة اللي وصلتني لهذا المستوى اللي أنا فيه الآن أنا كنت هنا والحين صرت هنا وبكرة حصير كذا لأن كل شيء أمر في حياتي هو الدرس بالنسبة لي نأتي الحين للخوف طيب لما أنت أو أنت تريد تروح الشغل الصبح وأنت حاسس بالخوف طبعا على فكرة خوف الإنسان الحديث مو واضح عبارة عن ملف مخفي ملف مخفي زي الملفات المخفية في الكمبيوتر هو ملف مخفي لكنه موجود وممكن يتفعل في أي لحظة أو ممكن يكونوا يتفعلوا أنك مش حاسس يعني أحيانا في الكمبيوترات يكون في ملف مخفي عامل ضجة في الكمبيوتر ونطلع صوت ونبطأ الكمبيوتر ونحن لم يفهم ماذا القصة يأتي المهندس يصلح الموضوع يضبط الكمبيوتر نفس الشيء إحنا هذا الملف اللي فيك ملف خفي لأن الإنسان الحديث ما قدامه عدو ملموس عدو يشم يشوف يسمع يتذوق لا هذا مش حاجة هذا عدو زي الأثير زي الهوى عدو غير ملموس زي الخوف من الجن مثلا العفاريت عدو غير ملموس في حالة هلع طول الوقت فهذا العدو الغير ملموس ماذا يسوي فيك يخليك دائما في حالة أنك أنت جاء كذيب جاء كوليدا أروح ما أروح وش دراني وش عرفني شيء أنت ما أنت شايفة ما أنت شايفة ولا أنت عارفة ولا أنت مدرك القصة فتكعد طب يمكن أروح يمكن يجيني الله أعلم هذا مش مش مثلا نظارة ولا مثلا موبايل أنا حمسكة بأيدي وانتظر موضوع لا هذا شيء ما أنا شايفة وممكن هذا شيء يدخل ويتعبت فيني فيه يقعد نساء بحالة يمكن هذا اللي يمكن على طول ما تعمل تعمل على طول تشغل الملف القديم هذا اللي أساسه موجود فيبدأ الإنسان يعيش الخوف الغير مبرر ويبدأ يعيش عملية الكر والفر ويبدأ يعيش اهجم او اهرب فيبدأ الجهاز السمبثاوي يفتغل على هذا الموضوع فيبدأ الإنسان يعيش حالة التوتر سترس سترس جهاز مناعي خلاص راح معنى الإنسان أصبح عرضه لكل شيء في هذه الدنيا تمام وإحنا أقوى جهاز فينا كبشر هو جهاز المناعة أقوى جهاز فينا يعني شوفوا الطفل الرضيع يمشي يحبي على الأرض يقطع الثيل وحطه في فمة ويقطع الورقة يمسك الشمعة ويبلعها يلحس في المول أنا شفت مطفال من يحبون أول ما يطلع يحبي حفي المول ويلحس الأرض تخيلوا أرض المول اللي كل الناس لابسة الجسم عشان تحمي رجولها من أرض المول الطفل يلحسها وسبحان الله بصحة جيدة يعني حصلت للطفل أعرفها وشيء جميل يعني سبحان الله هذه عظمة الله فينا بديكم أشياء سهلة جدا طبعا أنا اللي عندهم الخوف وحاسين فيه طول الوقت وحاسين حياتهم بدت تتحول جحيم أنصحكم بأخذ جرسات يعني خلاص أطلعوا من دائرة أنكم تشتغلوا عنفسكم بأنفسكم لأنكم وصلتوا مرحب تأخرة لكن لازل في البداية أو في المنتصف في وسائل جدا جميلة ما كنت تستخدمونها لأنكم تطلعوا من موضوع الخوف أول حاجة أنت عشان تعطل الحركة الدائرة هذه الشغالة على الطول بالنجهازك التوتر الشغال على طول لازم توقف جسمك لأن العقل لا واعش نقصد فيها نقصد فيها جسمك على طول فأنت لازم توقف جسمك لازم تخلي جسمك في حالة سكون كيف أخلي جسمي في حالة سكون أنا لازم أشتغل لازم أروح الدوام لازم أكل لازم أشرب لازم أنام لازم أتسبح لازم لأم مليون شغال أعمالها باليوم وعندي علاقات وعندي روحات وعندي انترنت وعندي فأيش أعمل لازم توقف جسمك لازم توقف جسمك لازم تبدأ أو شيء تشتغل على الموضوع أن يكون عندك قوة 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 تستعين فيها من قوة الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى من أسماء القوي فاستعم بالله استعم بالله ابدأ خمس دقائق في اليوم قعد جسمك وسكوت يقعد ولا شيء ثاني يوم عشر دقائق بعدين زيد زيد لما توصل خمس رفعون دقيقة ابدأ عيونكم فتحها بعدين ابدأ وبعد كذا غموضوا عيونكم ثلاث ربع تغميضة بعدين غموضوها تغميضة كاملة اي نداء اي صوت اي حركة لا شعورية تقول لك قوم قوم تحرك سوي اختي كلمتني لازم ارد عليها او كذا قل لها معليش ممكن ستوب انا الحين في حالة هدوء في حالة سكون ارجعيلي بعدين لأن الفكرة هذه ما جدتك عبت هذه فكرة جدتك حتى لو كانت ايجابية حتى لو كانت فكرة رائعة يعني حتى لو كانت فكرة بتصلح الدنيا اللي حولك كلها هذه فكرة ما جدتك الا ان الجهاز اللا واعي اشتغل على مخزون الذكريات اللي فيه عشان يوقظ اكثر شيء ممكن يقومك من مكانك فيقولك اوه نسيت اصق الحنفية اوه القز يمكن يشغال الولد يمكن اتأخر علي في المدرسة خلاص لازم لازم يطلعك فانت تقول لا استوق انا قاعد انا في حالة سكون لازم تطفي جسمك لازم تطفي تعمل شتداون شتداون الجسم تطفي الجسم اوكي هذه من افضل الطرق واسهلها طبعا اللي بغون يتعمقون يريد يأخذون جلسات تأمل جلسات تأمل موجودة الحمد لله مفرطة الكل اه جميل جدا تعرفون اشتتتت خير تعرفون ايش انك انت تقعد بحالة صمت في حظرة النفس الداخلية اوكي وانك انت سكون حظرة سبحانه اولا واخيرا اوكي انك انت تصلت بالله سبحانه تعالى ومن الداخل انت مع نفسك كمان اوكي شايف نفسك من جوه لان اصعب مواجهة يعيش مهول من الكلام اللي انقال حوله الاشياء اللي شافها بعينه احنا كل يوم نشوف بالاخبار كوارث كل يوم نشوف برامج تتكلم عن الارض ستتدمر على انه يجونك ايلين على انه فيه روبوت هذا كبرى يجي ويقنص الناس على انه فيه مدري ايش بيجي لكن لو وصلنا عشرين وعشرين اوكي اللي حصل ايش جانب؟ فيروس فيروس قاعد ناس في بيوتها قاعد ناس في بيوتها وغير حياة البشرية الكرة ارضية الا من رحمه الله استعدوا استعدوا القائم استعدوا القادم بقوة استعدوا القادم بمنتهى البسالة اوكي مش معنى انك تكون شجاع انك انت تقوي الفرازات هرمون ادريلينين وانك انت تساعد نفسك انا حماس واروح اعمل رياضة اعمل رياضة اوكي؟ لكن اعمل رياضة اوكي يومك تسدق على الارض اوكي تسدق على الارض ويعطوك ايديك ويجعلك تسبب على الارض ويجعلك ايضا اغنى عيونك اضطوك موسيقى هادية يجعلك تصمت مدة خمس دقائق كل النادي يمكنهم ان كل عشرين بني آذم في المكان يجعلك كلهم يصدق على الارض لأن الجسم ارتفعت في كل الأمور التي تؤدي الحماس والكر والفر وغيرها لازم يطفي لازم يطفي لازم يطفي لان بعد فترة سيأتي قراءة السترس سيدخل عليك شوي 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 بعدها سيقول لك يالله انا ما يكافني كذا انا بغاك مع التنام ليه؟ عشان الهورمون قاعد يزيد يخفض جهاز المناعة تبدأ تطلع الأمراض في الجسم وهذا مراحل ثقيلة مرة ولما تطلع الأمراض هذه الانسان لا يستطيع أن يطعم نفسها لا يستطيع أن يطعم نفسها لن تكون قادرا على العمل لن تكون قادرا على الحمام فننتبه ننتبه ننتبه جدا موضوع هذا الانسان الحديث تخويف عندنا لا تستخدم مواد منظفة لن تستخدموا مواد منظفة لا تستخدموا مواد منظفة لا تستخدموا مواد منظفة لن تأثر على التنفس الانسان الحين كل يوم لا تطهروا عقموا انتبهوا الكلام من 20 سنة هذا أين تخزنت هذه المعلومة؟ لا تخزنت عندك في اللواعي طب إذا انت تصبح عندك فكرتين فكرتين مختلفتين فكرة ان مواد مطهرة ممكن تقضي عليك بسبب انها ممكن تدخل على الرئة وتعمل مشاكل في الرئة ومن نفس الوقت انك لازم تطهر لأن هناك أشياء لا تتنقل لها المطهرات إذا انت وش تسوي وش تسوي وش تعمل بعدين يقول لك البس الكمامة كذا مثلا بعدين يقول لك لا الكمامة كانت مفتوحة من هنا حيدخل الفيروس ضمان يعني حيدخل حيدخل يا جماعة فين الضمانات؟ فين الضمانات؟ يعني فين الضمانات انه لازم الواحد يصاب المرض انت اعمل الوقاية اللي عليك اللي طلبوهم منك ولاة الأمر واللي قالت لك عليها الدوائر الطبية عملها ليش؟ من باب الطاعة الطاعة والالتزام الالتزام اللي احنا مطلوبين فيه لان احنا كوعي جمعي لازم يكون عندنا الالتزام ولازم يكون عندنا الطاعة ولازم يكون عندنا ان احنا نعرف هم هم ابخص مننا بالأمور الطبية هم اعرف مننا وعارفين ان مجرد انك تلتزم بغسيل ايدين تحط الكمامة هذي كلها اشياء حتقيك لكن هذي كلها واش بتسوي جهاز مناعتك واقف انت حتى لو تحط قناع على وجهك قناع على وجهك تلبسه والقناع هذا يضمن لك انما يدخلك الأكسجين نقي وجهاز المناعة نازل مكنسان يروح وفيه شخصية مشهورة جدا كان يعيش على نبيب الأكسجين ومات بسببت الدواء فننتبه الموضوع هذا يعني قووا اجهزة المناعة كيف تقوون اجهزة المناعة سهل جدا اول حاجة اذا عندك تفكير سلبي عن نفسك انا شين انا سمين انا نحيف انا قصير انا دوب انا اغبي انا احمق ينزل جهاز المناعة لان معناه انت هتعيش انك انت بترضى الاخرين تقبل نفسك كمان تسمين الحمد لله هذا شكلي وش بسوي اوكي اعمر جيم بعدين شين وش بسوي هذا شكلي وما في احد شين ما في احد في الدنيا شين صدقوني ما احد شين الشين انت ما قدرت تشوفه ما قدرت شوفه بوعيك لكن هو جميل لانه هو من خليق الله لكن انت وعيك ما وصل لجماله او اذا ما تقول الوعي البصري عندك والوعي الادراكي ما وصل لجماله فعيب ما تقول على احد شين ما تقول على شيء شين قبيع لان انت ما وصل بالذات خلق الله وانا نتكلم عن خلق الله ما نتكلم عن واحد عمل طاولة غريبة او لا نتكلم عن خلق الله مخلوق مخلوقات الله لا يوجد قبح في مخلوقات الله لكن انت وعيك ما وصل لها بس اوكي فحكاية انك انت تقتن عنك انت شين هذا دليل انك انت سلمت نفسك لاراء الاخرين وطالما سلمت نفسك لاراء الاخرية ستخضع لهم سووا فيك اذا انت ستكون عرضة لأفكارهم فمبالك كانت أفكارهم مليئة بالخوف مليئة بالتوتر مليئة بالشك مليئة بالظن مليئة اذا انت اصبحت مستنسخ منهم تمام نقف عند هذا النقطة في الخوف وانا اتوقف عندما يستزيدون ان شاء الله سوف نحاول انزل فيديوهات قادم وانا احبان يأخذون جلسات ممكن الله يحييون يأخذون جلسات لكن انا اتوقف القدر هذا لان هذه المعلومات اعتقد انها اصبحت جيدة دعونا ندخل الى حين في التدريب العملي طيب اول حاجة لابد ان تعرفوا شيء واحد طول ما نفسك قصير انت بهم في نفسكم اقعدوا تنفسوا نفسه طبيعي اذا كان نفسك قصير مدة قصيرة انت ممكن تضع معداد ثواني تشوف نفسك قصير او طويل اذا نفسك قصير اعرف ان انت احتمال يكون فيك التوتر اذا نبدأ نطول النفس يعني يريد لما نطلع النفس نطلع من خشمنا التنفس يكون من البطن احتمال الجسم كلنا انتفخ هنا في المنطقة هذه المنطقة هذه لا بأس لكن نتعود ان التنفس ليش عندك الحجاب الحاجز هنا هذا الحجاب الحاجز يدفع الى الاسفل فينفخ البطن لكن احينا بالنفس العميق فتح الرئتين تنهد اوكي نركز على النفس نركز على نفس مرة نخلي نفسنا طويل نقعد خمس دقائق باليوم نطول نفسنا قد ما تقدرون هذا الشيء كثير سيبدأ يطفي الجسم سيقوم بعمل شوت داون اللي سيخلي الجسم يلتفت يقول فين في مكان اصلحة فين في مكان اضبطها يبدأ يروح الكلية ضبطها يروح للمصرين يروح الجهاز الهضمي اللي ممكن يكون نسد بفعل يروح الاخذية الغير جيدة وعمل مادة صمغية فيها اشياء كثيرة يبدأ يتفت يبدأ يضبط يبدأ يصلح يروح للخلايا جددها يروح الالكترونات النيترونات يروح للDNA يتصرف لكن طوالما انت مشغلة في انك انت مشغول بانك انت ممكن تفنى بسببت الموضوع هذا تفنى بسببت الموضوع طبعا احنا لانه ما نواجه نفسه ما نقول فناء ما نقول موت لانا في ناس لما يسمعون كلمة موت موت بسم الله ليه طب خايفة من ايش؟ خايفة من الحق هذا حق الموت حق الموت حق وكلنا راحين في ناس قبلنا راحوا وفي ناس بعدنا بيروحون احنا ما نعرف الدنيا هذي وضعها فنستعد لكن كيف؟ نحن نعيش متعة الحياة متعة الحياة بكل جوانبها نطول نفسنا اوكي نطول بالنا اذا جاءك انسان غاضب في مكان او متوتر خايف ارحمه وخلي في قلبك الرحمة وقول الله يرحمه ليه؟ لانه الانسان حامل ملف يمكن يكون عمره 40 سنة معاه وقعد شايلة معاه كل يوم في كل مكان فيعني الله يرزقه ان شاء الله من يدله على الطريق ويسهل الامر اللي هو فيه فلا تخافون من المرض انا ما حقولك لا تخاف معنى انت خلاص جاءك اردر لا تخاف انت قعدت مبرمج 20 سنة او 30 سنة كل يوم في التلفزيون يخوفونك كل يوم في الاخبار يخوفونك كل يوم في المدرسة يخوفونك كل يوم في البيت يخوفونك فحاجيك انا بكلما اقولك لا لا تخاف حاولك تتعايش مع الخوف اكون اكذب عليك الموضوع يبغاله جلسات وقعدات يبغاله جلسة مع الذات تجلس مع نفسك اول جلسة تعملها قبل ما تفكر انك تروح لأي مدرب حياة لأي كوتش لأي هيلر لأي طبيب نفساني لأي خصائي أسري اي حاجة اي انسان يساعد النفس قبل ما تروح لها اجلس مع نفسك اجلس مع نفسك اجلس مع نفسك 10 دقايق في اليوم اجلس في حالة صمت وكل من بغيت تقوم قعد نفسك لماذا تبدأ تضبط نفسك ضبط النفس من اهم الاشياء لتولد الجديد منك اللي تطلع الحاجة الجديدة اللي فيك تطلعك انت الجديد يعني في المدرسة العسكرية اول ما يدخل الانسان مدرسة العسكرية ماذا يفعلون فيه؟ تمارين ضبط النفس يقعدونهم تحت الشمس يجعلونهم طوابير مارش كلهم نفس الحركة نفس الاداء اللي يخطئ يعاقبونا وانت روح انت اعمل يجعلوننا يعمل اشياء يمكن ما مرت عليه في حياته ليه؟ عشان ينضبط الضبط فانت ابدأ انا ما اقولك اقصو على نفسك وبدأ اعمل تمارين نيوغا وقف في يدك 20 سنة بعدين تيبس ايدك لا ترجع مكانها كما يفعلون في الهند لا ما اقولك كيف تعمل لكن اضبط نفسك بخمس دقائق في اليوم قل اليوم مقعد خمس دقائق تبدأ تنتبه ان عندك يوم ما انطقت الرجل متشنجة يوم ما انطقت الكتف متشنجة يوم ما انطقت الكتف متشنجة حتى تبدأ تنتبه تبدأ تنتبه وش المتشنج فيك؟ رجولك مرتفع على ارض ظهرك يابس تعمل حركة عصبية لا اجدك لشوي تعمل حركة مثلا لا ارادية مثلا ااااااااااااااااااا أوكي تبدأ تنتبه نفسك تبدأ تاخد بالك من صرفاتك توصل المرحلة هذه اوكي هاذ الشي يمكن انتشوفونه بسيط وعهود الحين تقول لنا كلام هذا ابقابلكم بعد اسبوع من هذه التجربة كل يوم عملو شدةو الاجسامكم تطفي الاجسامكم بدهد اقليل اجسامكم وبعد اسبوع نتقابل أنت ونفسكم حتى تذهلون من نتيجة لأن حتى الناس أخذت فكرة أنه طالما أنك أنت إنسان قادر على ضبط النفس ورأيت تأملات معنات لازم تكون هادي وتتكلم بصوت بطيء وعينك دبلانة لا أعرف فكرة في ناس يغلون من جوا يغلون يغلون من جوا لكنهم أوكي لو تشوفهم بره منتهى الهدوء لكن تجي يجي في موقف تلاقيه مفجر مثل البلونة مفجر وفرقه على الكل أوكي الطبيعة تختلف من شخص الشخص فيه شخص طبيعة حماسي وفيه شخص طبيعة مرن وفيه شخص طبيعة لبق وفيه شخص طبيعة فضولي وفيه شخص طبيعة هادي وفيه شخص طبيعة متحدث جيد فيه إنسان يخاف مواجهة الجمهور طبايع أوكي لكن كلنا لازم نتعلم كيف نطف أجسامنا كيف نهدي أجسامنا كيف نوقف الجسم هذا الجسم ليش لأن جسمك لو ما أنت قدت بوعيك هو حيقودك يقودك بايش يقودك بالشهوات الجسم يقود بالشهوات وإحنا ننتبه موضوع الشهوات هذا ناخد بالنا منه يعني عشان كذا الإنسان اللي يقدر يضبط نفسه أوكي هذا الإنسان قوي جدا أوكي إذا حبيتوا تستزيدوا من هالمعلومة أنا بكرة إن شاء الله بتخل لايف بشوف أسئلتكم وبرد عليها لأن اليوم ما في مجال نأرد على الأسئلة وما في مجال نأخذ الأسئلة حقتكم لكن بكرة إن شاء الله بإذن الله الله يعطينا طوط العمر بعفوه عافية نتلاقى وآخذ أسئلتكم بالكامل حول هذا جهزوا أسئلتكم اليوم اكتبوها تكون أسئلة في الموضوع في الموضوع نفسه أوكي ما أبغى تطلبوا مني رشدة عهود طب أنا في حالة خوف ما أعمل يا عهود ناحية الخوف إذا أنت تبغى تتعلم رشدة إذا أنت أصبح تبغى جلسات إذا يجب أن تأخذ جلسات عندي أو عند غيره أوكي أما إذا أنت والله داخل تبت تستفسر طب فعلا هذا الجهاز احكي لنا عنه أكثر نبغى نعرف نعرف وشال القصة نبغى نعرف وشال موضوع أسئلة تكون حل موضوع نبغى ننشأ الخوف القصص الموضوع اللي حصل لا طبعا لو الكلام هذا صحيح ما كان في أحد في الدين النجاح أي خوف تتعرض فيه في أي مرحلة مرحلة حياتك أنت قادر على أنك تزيحى ما أقول لك تخفيه أو تذوبة لا تزيحى وتخليه في حالة كيف تقول يعني كفشت كذا كفشت وحطيت مسكت وبديت أنت تعيش طبيعا وممسوك ما يقدر يطلع خلاص لأنك عرفت وقبطت عليه مسكت فهذا الطريقة الحلوة التأملات مهمة 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 جدا يا جماعة ليس تأملات معناه أنك يجب أن تأخذ منهج الصيني أو منهج الهندي أو منهج أي منهج أو منهج الفرعوني أو أي منهج في الدنيا لا تأملات معناه أنك تقعد تتدبر في خلق الله مارسوا الهوايات مارسوا الهوايات قد ما تقدرون الحياكة البستنة الرسم الطهي طبعا السنارة الكروشي لأن عادة الذين يدخلون تطريز وبستن وطبخ يكونوا التوتر عندهم قليل لكن الحيل لا يمكن يجرح إيدها لا يمكن يدخل الإبرة في يدها حسب حالتك فإذا وجدت نفسك تطريز ونغز نفسك لا يوقف الهوايات أكثر أمانة لما تبدأ تخفف نسبة التوتر الهوايات سفنجة للتوتر سفنجة هناك القطران يعمل مشاكل بالرئة لأن النفخ من تمارين التأمل التي نعطيها تمارين حركة النفخ فيها حركة النفخ هذه حركة النفخ تعمل عملية راحة كبيرة بطريقة معينة التدخين يعملها لأن يعمل دخول الخد بطريقة معينة وصحب للشفال أمام فالمدخن يعتقد أنه رتاح ومرتاح هو عملية النفخ التي تريحت لكن السيغارة فيها قطران القطران هذا يعمل لها سدد سدد فأما كي كثير في جسمها الشيء الثاني مهم جدا تعرفون أن الجسم هذا ليس أي كلام يقول لك إنسان مسلم فيه يعني مايجيك طبيب كلام مسلم فيه مايجيك معالج هوليستيك كلام مسلم فيه مايجيك هيلر كلام مسلم فيه مايجيك تنويم إحاء كلام قلوبنا نستفتي قلبنا نتعلم كيف نفتح قلبنا وكيف نسأل قلبنا وكيف نجد الإجابة مننا لأن الله سبحانه وتعالى يلهمك الإجابات وبالهمك كيف يتوصل للموضوع الذي تريد بلطف ويسر من عنده سبحانه وتعالى أطلب من الله التيسير أطلب من الله اللطف أطلب من الله الحماية فيه طرق جميلة جدا للحماية والتحصين والتدرع هذه برضه اللي حابين تتعلمون فيها كيف تحمي نفسك من الداخل ومن الخارج كيف تحمي نفسك من الناس اللي جايين لأننا عبارة عن موجودين في space نحن موجودين في فضاء وإذا بتقولوا لي لا يا عهود نحن كائنات مادية نحن مجرد ارتداث ضوئي لبعض يا جماعة وطبعا هذا كلام يمكن بشرح لكم بعدين لكن أنت لازم تعفو شي واحد أنك أنت جزء متصل مع هذا الكون لكن إذا قدرت تحمي نفسك بإيمانك بالله أولا وأخيرا ثم بالوسائل الدنيوية بتوصل أنك أنت تكون محمي بالكامل وتفعل جهازك البارا سمبثاوي اللي هم مسؤول عن الراحة عن الهضم عن الإنجاب عن الاسترخاء أن يتفعل ويعمل بجمال مع أن كلهم الثنين يشتغلون مع بعض سمبثاوي البارا السمبثاوي اللي موجودين أساسا في الجهاز العصب المركزي اللي هم من أجزاء كمان الدماغ النحخاء الشوكي والعامود الفقر من أول للآخر ممتدة في المتصل كلها بأعضاء الجسم الداخلية حنلاقي هذا الكلام موجود في الطب الهندي موجود في الطب الصيني موجود في الطب اللي موجود الآن اللي في المستشفيات اللي هو أساسا كان الطب الأرثوديكسي أوكي وإن شاء الله أكون أفدتكم بهذه المعلومات وأي سؤال رجاء لا تترددون رسألوني بكرة بإذن الله برد عليكم لايف أوكي ألتقيكم إن شاء الله بكل جمال وحب والله يحفظنا جميعا وحفظ كل أمة إحنا مرينا بتجارب سابقة على فكرة كان في خنازير في نواز الخنازير وفي سارس وغيرها 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 أشياء كثيرة مرينا فيها وصعوبات كثيرة ومحن كثيرة ما نقول الله يلطف فينا أوكي لأنه هو اللطيف الخبير ألتقيكم على خير وأقول لكم مع السلامة حباي بكلبي مع السلامة